حذرت هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية من هروب 1700 مستثمر حال إقرار مشروع قانون ضريبة دخل بصورته الحالية فيما طالب القطاع الزراعي بعدم تحميله أعباء مالية إضافية جاء ذلك في ختام اللقاءات التي أجرتها لجنة الاقتصاد النيابية للاستماع للملاحظات حول مشروع القانون لا تترد ما تبقى من المستثمري هذه العبارة يمكن أن تكون العنوان الرئيسي لاجتماع لجنة الاقتصاد النيابية مع ممثلين على المناطق الحرة والتنموية لمناقشة تعديلات مشروع قانون ضريبة الدخل لدينا في الأردن منطقة حرة عامة وخاصة أكبرها المنطقة الحرة الزرقاء في هذا المدمار إذا تم إخضاع المناطق الحرة إلى قانون ضريبة الدخل سنفقد أكثر من 1700 مستثمر أو أكثر من 1700 منشأة استثمارية اقتصادية مقامة في المنطقة الحرة الزرقاء لوحدها سيخرج هؤلاء المستثمينون العرب والأجانب الاجتماع لم يختلف عن سابقي فقد شهد انتقادات بالجملة لمشروع القانون وإجماع على أنه تشريع للجباية على حد قول رافضيه انعزمنا على مسرحية مجانية ذكروا الأبواب علينا وقالوا بدت تجفع طب نحن معزومين على مسرحية مجانية لكن الحكومة لا ترى المشروع هكذا وإنما ضمن خطة للنهوض بالاقتصاد حب نطلع على الصورة الكلية أن ميزات المناطق التنموية لا تقتصر فقط على ضريبة الدخل وإنما هي واحد على خمسة من الميزات التي تحظى فيها اللجنة عقدت أيضا اجتماعا آخر مع المزارعين الذين طالبوا بالتراجع عن مشروع القانون المزارعون يرون أن القانون يرتب كلفا مالية جديدة لا وبل مرتفعة هو في غنى عنها في وقت أكد فيه نواب وقوفهم إلى جانب هذه المطالب قدمت مقترح حقيقة باسمي وباسم كتلة العدالة بشطب الضريبة كاملة عن هذا القطاع اليتيم وأثنى علي للأمانة جملائنا في أربع كتل نيابية فأنا أعتقد أن أبشر أخواننا نحن مع المجارعين لا تبدو هذه الانتقادات لمشروع القانون مفاجئة إذ أن اللقاءات الحكومية في المحافظات أظهرت رأي المواطنين في الموضوع لكن الآمال الآن معلقة على قدرة المطبخ التشريعي بإدخال تعديلات ترضي جميع الأطراف اشتركوا في القناة